في العام 2023 وبعد عشرين عاماً على الغزو الأمريكي ما زال العراق يعاني من حالة عدم استقرار للأوضاع الأمنية فالنزاعات الدامية تهيمن على البلد الذي كانت خيراته تعبر الحدود عشرون عاماً مرت مذوعد الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش العراقيين بإشاعة ما وصفها بالديمقراطية الليبرالية في بلادهم الخارجة آنذاك من حربين مدمرتين وحصار دولي على مدى ربع قرن عندما اشتاحت قوات التحالف الدولي بقيادة أمريكا بغداد كان هدف واشنطن المعلن مصادرة أسلحة الدمار الشامل المزعومة لدى نظام صدام حسين لكن قوات مشات البحرية الأمريكية المارينز لم تعثر على أي أسلحة دمار شامل حسب ما أقرت أجهزة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية وبعد الإطاحة بنظام الرئيس صدام حسين فتح الغزو الكوني الباب أمام سلسلة أحداث دامية هجوم في الثاني والعشرين من شباط عام 2006 ضد مرقد شيعي في سامراء كانت شرارة في اندلاع حرب طائفية ووقوع أعمال عنف غير مسبوقة استمرت حتى العام 2008 أيام الحرب والقصف كان الرعب وأصوات الانفجارات وأصوات الإطلاقات يعني هذا كله يعني عشناه برعب إحنا وقلق يعني ما كنا مرتاحين بس يعني هسا حاليا الحمد لله يعني الوضع أحسن بواي نذكرها بس إن شاء الله ما تنعان أثناء الحرب والقصف اللي كانت بمنطقتنا وهي بغداد داخل بغداد كانت بصفنا مطارية للقاعدة القوات العراقية وتعرضنا للقصف وهي كان هذا الشيء يعني بسببنا صدمة تقريبا وقتها من شنة القفل أو لحد الآن شنة تذكر الذكريات وهي كان وضع كل الصعوب وبين عامي 2003 و2011 تاريخ انسحاب القوات الأمريكية من العراق قتل أكثر من مائة ألف مدني عراقي وأصيب وهجر الملايين وفق منظمة ضحايا حرب العراق فقدت الولايات المتحدة قرابة أربعة آلاف وخمسمائة عنصر في العراق